ايه رائكم نبدأ الأول بالبرد تشرحوننا لقال هلعب ازاي زمالك هلعب ازاي والدنيا هتمشي ازاي يلا بي تمام ماشا هلحب تتحرك ولا اجيبك هجيلك بالبرد يلا بي هجيبالك والله هجيبال حد عنك حبيب يا كيب حبيب يا جيب طبعا قبل ما نتكلم على الشكل هلعب بالفرقتين بكرة المتوقع طبعا لازم نتكلم على انه الاهل في الفترة الاخيرة ما بيمرش بحالة جيدة فنيا عنده نواقص كتير كغيابات وعنده نواقص كتير فنية في الملعب فالراجل بترى غير فلسفته اما جزيج جمز ابتدى يطور من الفترة اللي جيبها من اول يوم فبترد تؤتي ثمارها الظروف سعادته واللعبة كتير بترد تخش جوه الشكل بتاع الفرقة في الدوري كمان الادوات اللي عنده اكتر لانه عنده في افريقيا بيبع عنده غيابات ونواقص بسبب عدم القيد الافريق تعال نبتدي على الشكل اللي هيبتدي به الفرقتين وهروح لك للتشكيل المتوقع لان كولر حتى هذه اللحظة بكلام على الاهلي بداية كولر حتى هذه اللحظة ما بلغش حتى اللعيبة مين في المران وهوقول لك ايه اللي حصل في المران النهاردة بالتفصيل يعني الشكل المتوقع للنادي الاهلي هو اربعة تلاتة تلاتة بالشكل المعتاد هيحصل شوية تغييرات فنية في الشكل والتاكتك اللي بلعب به النادي الاهلي طبعا في حراس النورة مصطفى شبير لا خلاف قال بين الدفاع رومي ربيع محمد عبد منعم لا خلاف علي معلول اللي ورقة كانت مهمة النهاردة واللي لازال حتى هذه اللحظة رغم ان الرجل عمل تست واكد انه جاهز اللي قال انه مارس الكولر لازال متخوف وبيحضر بلانز احتياطية ان عالي يلعب لقدر الله ويخرج بسبب اي شد او اي شيء او ما يبدأش المباراة والورقة التانية محمد هاني وناس كتير هتستغر بتقول بعد المستوى الكبير اللي بقدمه عمر كمال ليه محمد هاني ثلاث اوراق اللي هم اللي عند كولر فيه اه معايا بالاضافة الاكرم توفيق عمر السلية احمد نبيل كوكا وافشا ناحية دي يلعب ريدا سليم حاجز مكانه انتوني مودست ويه الورقة اللي عليها كلام كتير جدا هنتحرك هل هيكون طاهر محمد طاهر ولا يكون عمر كمال عبد الواحد هو اللي يلعب قدام محمد هاني ده الشكل المتوقع اللي هيلعب به عمر كمال النهاردة اتجرب في ثلاث اماكن يا كريم بدأ التمرينة ده عمر هنا بدأ المران مكان عالي معلول بعدين لعب في مركز الزهير الايمن مكان هاني وبعدين في اخر جزء من المران اشتغل ناحية اليمين كجناح ايمن مش كظهير ايمن ليه عمر وايه الفايدة التاكتيكية اللي ممكن تعود على النادي الاهلي من وجود عمر كمال عبد الواحد هقول لك بعد شوية لما نعرض الشغل هو ليه عايزه في مركز الجناح او ليه عشان يكون دقيق بيفكر فيه في مركز الجناح الفلسفة لو روحنا ناحية الزمالك الفلسفة اللي بيعتمد عليها الزمالك جوفانيا ترابطونيا كريم في يوم الايام لما جاي يتكلم هو ايه اهم حاجة في الكرة قال لهم لما تكونوا الكرة معاك تفكر ازاي تكرية المساح ازاي تدور انك تخلق المساح ده دي الفلسفة الاولى ثم التانية ثم التالتة بتاعت جزء جمز مع نادي الزمالك لعيبة كرة كتير قوي في وسط الملعب احمد حمدي ناصر مهر الراجل بيلعب هونجليفت اللي بيدخل انسايد وعبدالله السعيد بيبتروا دايما الحركية اللي مبيلوا الخطوط دايما علشان يكارية المساحة لأهم سلاح موجود عند الزمالك شاء امن شاء وابا امن ابا هو احمد مصطفى زيزو ده اهم سلاح طب اتقفل على زيزو بتر يشتغل الزمالك زي ما اشتغل في مبارات الاتحاد من العمق ده الشكل التخطيطي بتاعه الاتنين والاتنين بيفكره ازاي كشغل فني بنشرحه على البورد انما اللي احنا قلناه ده بقى هنترجمه الحالات ونوريه للناس كحالات حصلة من العمقات اللي فاتت سواء العيوب اللي عند الاهلي او العيوب اللي عند زمالك او المويزات اللي موجودة عند الاهلي او الموجودة عند زمالك